تميزت مجموعة الأزياء الجاهزة لموسم خريف وشتاء 2020-2021 بأحدث صيحات المودة للبدلات اللي تقدرون تلبسوها بالسهرات والمناسبات لذلك اليوم اخترنا لكم مجموعة من البدلات اللي تناسب أجسامكم سواء كانت طويل قامة قصير قامة أو إخفاء أي عيوب بها البدلات اللي اختريت لكم إياها اليوم هي اللي طويلي القامة وليكونون أضعاف تقدرون تلبسون البدلات اللي تكون عبارة عن ضنطرون وجاكت اللي يكون تجاكت بيها الأكتاف بارزة أو تكون الأكتاف عريضة لكل جدار جهاد الموسم من العام وما زالت مستمرة لهذا الموسم والبناتر تقدرون تختاروها تكون أما ضيقة وطويلة أو قصيرة اللي تسميها احنا الكيلوت أو البرمودة هالي شفناها كلش على منصات عروض الأزياء وهذه البدلات تقدر تنسقها البنية اللي كانت ضعيفة وطويلة القامة فعلاً ما يسمى مثل ما قلتي أنا أحس البدلات أكثر شي تكون حلوة على ممشوقي القامة لأنه تطلع كلش مرتب عليهم ولكن نفس الوقت حتى قصيرات القامة أو اللي عندهم عيوب يريدون يخفوها حلوة لأنه تنطي طول الجسم وتغطي العيوب أما نوعية البدلات اللي أنا رح أتكلم عنها فهي مناسبة جداً للناس اللي يعانون من بروز في منطقة البطن شفنا الكثير من عروض الأزياء وعلى منصات عروض الأزياء في فترة الأخيرة البدلات اللي تتسع من منطقة الخصر إلى الأسفل تجي قصيرة وبها اتساع من نانا مثل الكشكش الضغير لأن هذه الحركة رح اتغطي منطقة البطن والجوانب اللي ممكن تكون ممتلئة وحابين أنه نخفيها شفنا هذه الدزاينات من براندات كثيرة منها براند باجلين مشكة وأيضاً سوى نفس الدزاين على طيراز سوتس البجاما وهذا شي جداً ترنت في الفترة الحالية فحلوة اللي يريدون يلبسون سوتس ولكن يغطون إمتلا منطقة البطن أو الجوانب الزايدة أنه يعتمدون هذه الحركة اللي تصير على الجاكيت من تحت رح اتغطي منطقة تماماً وتبين الخصر أنها فعلاً فعلاً حلو التنسيق والستال اللي حتشيتي شاهد وعموماً هي البدلات أو الكوستومات احنا نسميها اللي هي قطعتين بانطارون وسترة من القطع الكلاسيكي اللي أبد ما تبطل حلو أنه تكون متواجدة بخزانتنا وطبعاً الاختيار المناسب حسب الطول وحسب الجسم بنات أنتو ذكرتوا تنسيقات مختلفة لأجسام مختلفة أنا التنسيقات للكوستومات أو البدلات رح أذكرها لقصيرات القامة حلو أنه قصيرات القامة أيضاً يعتمدون الكوستومات البنطارون والسترة بس ممكن الجاكت أو السترة يعتمدوها اللي تكون قصيرة مطويلة حتى تطيهم طول طبعاً نشفناها منصات عروض الأزياء بنقشات متعددة ممكن تكون سادة بلون واحد الجاكت والبنطارون وممكن تكون بطبعات بس ضروري أن الطبعات تكون يعني الألوان من نفس التدرجات حتى تطي فعلاً طول وتبين لأنه كثرة الألوان عادتين تقلل من تخلي الواحد يبين أسماً وبالتالي أقصر فنحرص أن الألوان تكون متجانسة حتى نظل نحافظ أنه تطينا طول أكثر فأيضاً حبيت هذا النوع من التنسيقات